الفيضانات، الحرائق وغيرها من الكوارث الطبيعية التي تتعرض لها الجزائر باستمرار مخلفة خسائر كبيرة انهيار المنازل وتذرر السيارات خسائر يمكن تعوض شيء منها عن طريق التأمين الجزائريين حقيقة هناك مشكلة في تأمين الممتلكات ضد الكوارث الطبيعية وضد الفيضانات ممكن أن يكون هناك قوان على إجبارية التأمين على أن شركات التأمين تكون عندها أسعار تنافسية والحكومة تشارك بجزء من سعر التأمين والمواطن يكون عنده إجبارية أنه يؤمن وإذا لم يؤمن ما عنده حق في التعويض وممكن أنه يعاقب يعني يعاقب عزوف وغياب ثقافة التأمين من قبل الجزائريين رغم أن تأمين الممتلكات يعد إجباريا في المشرع الجزائري منذ سنة 2003 ربما اليوم تساؤلين طرحوه أن المواطن اليوم لما دلوا لا تقولوا رح تأمن على الممتلك التعك لأن اليوم لما نذكر الممتلكات هي منقولات أو عقارات يقولوا كوش من الفيضة لأن أمن ممتلكات ولكن هناك نصوص شريعية وتنظيمية على سبيل ميتة نذكر أن هناك أمر تناصل صفر ستة المؤرخ إلى مخانتيش داكرة في أوت 2003 متعلق بإلزامية التأمين ضد الكوارث وتعويض الضحايا ولكن اليوم المشكلة أنه المواطنين يتردوا ويتواطوا عن التأمين هذا غالبية الجزائريين يفتقدون لتقافة تأمين ممتلكاتهم وعقاراتهم رغم الكوارث الطبيعية التي تشهدها الجزائر ما يستدعي تطبيق قوانين إجبارية لتفادي الخسائر الكبيرة